بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن المبيعات. عندي في المبيعات عندي اكتر من شاشة هناخدهم بالترتيب. اول حاجة عندنا اللي هي فطورة او اه شاشة ادخال بيانات العملاء اللي هي بقدر اسجل منها بيانات العملاء اللي موجودين عندي. بسجل اسماء العملاء وانواعهم. ولو عاوز اربطها مع مندوب معين باخترين مندوب بتاعهم. بسجل بيانات الاتصال بتاع البيانات العميل بتاعي. العنوان والشخص المسؤول عندهم. ورقم الفاكس. لو عنده رقم ضريبي. وكذلك البيانات المالية بتاعته. وقوائم الاسعار الخاصة بيه اللي انا هبيع له بيها. سواء السعر بيع رقم واحد او اتنين او تلاتة او اربعة. واقل سعر بيع له اللي انا هبيع له به هو رقمه كامل. سعر رقم كامل اللي هبيع له به. وفي النهاية بقول له حفز. طيب. بعد كده عندي ايه تاني في قوائم المبعات? عندي بيانات مندوب المبعات. كلام ده كله تأسيس عشان اقدر ابيع بعد كده. طيب. عندي بعد كده اضافة بيانات مندوب المبعات. بالشكل اللي احنا عاملينه ده. مندوب مبعات اهو. بسجل اسمه عربي انجليزي. عاو بسجل تريفونه. الايميل بتاعه. آآ له عمولة ولا مالوش. طيب. لو يخضع للعمولات هيتفعل معي اوبشن العمولات. لاحة العمولات. طيب انا مش ضايف لوائح حالان. ممكن اقول له اضافة بالضغط على علامة اللقاحة. ممكن اقول له اسم اللقاحة المبعات بتاعته آآ تارجت مسلا آآ او اي شيء. ثلاثين. آآ ممكن اقول له نسبة سابتة او اقول له ان هي شرايح. فالشرايح هقول له المستهدف بتاعه آآ تلاتين الف. مسلا. هقول له الشريح بتبتدي من ريال لحد تلاتين آآ آآ آلف. هياخد آآ آآ من آآ الشريح رقم واحد. من آآ تلاتين الف الى تلاتين الف. لو وصل لتلاتين الف دول. هياخد عليهم آآ آآ او تلاتين الف وواحد هياخد عليهم نسبة واحد في المية. اه طيب لو اه من تلاتين الف واثنين وحتى اربعين الف مسلا هياخد عليهم اتنين في المية. طيب لو تعد الرقم ده من اربعين الف مسلا الى خمسين الف هياخد عليهم تلاتة في المية. ممكن احضط له شريحة تلتة كمان لحد ستين الف. ده بالنسبة للشرائح وكل شريحة احط له المبلغ بتاعها قد ايه? والنسبة بتاعتها قد ايه? في النهاية قدر اقول له حفظ فاتحافظت معي الشريحة واتثبتت على المندوب بتاعي وقدر اقول له حفظ. ده بالنسبة لادخال بيانات المندوب. يبقى احنا كده في الفيديو ده عارفنا ازاي هنسجل بيانات العملة وازاي هنسجل بيانات مندوب المبيعات بتان